أحلى وألز طاجن بامية باللحمة للناس المبتدئين أي حد ملوش في الطبيق يقدر يروح أي غيبر يجيب كيس بامية أي نوع بعشرة جنيه مجمدة وتعالوا بقى أقول لكم أحلى طاجن بامية باللحمة هتشوفوا في حياتكم بجد وصفة سهلة جدا وحلوة جدا جدا وبصراحة عمركم ما هتعملوا البامية إلا بالطريقة دي أول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا هننزل بمعلقة كبيرة من السمنة هتسيح؟ تمام أربع فصوص من التوم هنقشرهم نهرسهم وهننزل بهم على السمنة ساكتين ليه؟ ما تصلى على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا تدوسوا لايك للفيديو ولو حابين تشتركوا في القناة أكيد دي حاجة تشرفني بعدما التوم ما بقى تبدأ تتحمر كده هننزل بنص معلقة صغيرة من الكوزبارة المطحونة وبعد كده هننزل بمعلقتين كبار من معجون صلصة الطماطم اللي هي الصلصة وهنفضل نشوحها كده لمودي الديهقتين على نار عالية مش عايزين لوطي النار خالص في وصفتنا النهر ده زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده تمام كده؟ هنسيبها بقى كده هنشيلها بره بيدا عن النار وهنجيب طماطميتين حبيتين من الطماطم متوسطتين زي ما انتو شايفين كده هنحطوهم بقى في الخلاط في الهند بلندر وهننزل عليهم بكوبية ونص من المية المغلية مية تكون يا جماعة لسه نازلة من الكتل وهنضربهم كويس جدا وبعد كده بقى هنجيب الحل بتاعتنا وهنجيب مصفة وهنصفي العصير الطماطم بعد ما ضربناه من الشوائب بقى والبزر والقشر كل ده طبعا مش محتاجينه في وصفة النهر ده خالص هنصفي كويس جدا وبعد كده طبعا هنرمي الشوائب دي هايزول لكم يا جماعة الوصفة دي انا اصلا مسجلها علشان اما حب اعمل بامية ادخل اشوف انا عملتها ازاي المهم يا جماعة بعد كده طبعا هنبدأ نجيب كيس من اي نوع بامية طبعا هنسيب السلصة على النار من 7 ل 10 دقايق اعلى نار عندكم وبعد كده اول من نلاقي السلصة كده تقلت هننزل بكيس البامية وهنفضل نقلب وبعد كده هنجيب كوبية من المرأة او الشربة سواء شربة لحمة شربة فراخ انا ما كانش عندي فهضيف كوبية ونص من المياه المغلية لو عندكم شربة هضيفوا كوبية من الشربة ونص كوبية من المياه بعد كده هنضيف مكعب من مرأة الدجاج او مرأة اللحمة او مرأة الخضار ولو مش بتحبوا المكعبات دي في الاكل بتاعكم ممكن تستبدلوها بمعلقة صغيرة من بغارات اللحمة او بغارات الفراخ او اي حاجة انتو بتحبوه او السبع بغارات بعد كده هنضيف نص معلقة صغيرة من الملح ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود نص معلقة صغيرة بصل بودر نص معلقة صغيرة توم بودر ومعلقة من البابريكا طبعا احنا ضيفنا نص معلقة صغيرة لشان احنا ضيفين كده مرأة الفورية دي مبقى فيها ملح طبعا انا انسيت السكر بقى بينها يعني فضفت معلقة صغيرة من السكر وهنفضل نقلب كده يا جماعة على نار هادية لمدة نص ساعة طيب تعرفوا ازاي ان البامية استوت وكفية كده بمجرد ما نحطها على المعلاقة ونضغط عليها تلاوك كده ايه سهلة واستوت وباية زي الفل هنجيب بقى اللحمة المسلوقة بتاعتنا انا كان عندي كده قطعتين من اللحمة نزلت في البامية وهنسيبها بس لمدة خمس دقيق كده على النار وبعد كده بقى لو حابين تنقله كده البامية كده في طواجن حلو ممكن تخلوه كده في الفرن على اعلى درجة حرارة ويتشغله بس الشوية علشان الصلصة كده تتشرب وكمان اللحمة تاخد يعني زي ما حضركم شايفين لسعة كده عايز اقول لكم من احلى واجمل الوصفات انا فرحان لاني انا عرفت الوصفة دي من شيف يعني شاطر جدا عايز اقول لكم اتمنى تجربوها تدولي اشوفكم على خير والسلام عليكم